مبحود 14 سينطنم إلى كوكب الأمامي مبحود 14 هم أنت الحبه وأنت بتشوف إيه من الشبابيك دي بتسوق منها ولا أي الشابيك فين الشابيك بتاع تاروخ دي لا أشوف إيه بص دي شاف حاجة مو أتشاف أجران ونجوم وحاجات مفيش هبص نجوم ووها بتسوق إزاي يعني أنا كله بالحددات أنا بصي هنا ده ده بازبط بيه اتفاعنا إحنا بصي بص انتفاعنا كامل خمسة وتلاتين ألف متر ده ارتفاعنا دلوقتي. احنا اليدوب خرجنا بره المجال الجوي. تعال كمبيوتر يعني. اه بكله بالكمبيوتر. وده بيا خليني اعرف احنا فاضلين اديه في الاحلام. فاضلين اكاين. يلا بقى. فاضل لنا. قبل انوصل لكوكب الامامير. اه. يعني حوالي يوم ونص. يعني كده. حاجة تحت مثلا اه اه اتنين واربعين ساعة مثلا حاجة زي كده. طيب انا عايزة اقول لك. كله بكله بالزرائي كله بلا جهزة كله كمبيوتر. ياه. طبعا كان ساعة اه ف كان عندو كمبيوتر. كان عنده كان شوباك بقى. الفلك ما كانش فيه قيادة. ما كانش في حدي بيسوقه. اما لايه? الفلك بنك فلك كده. وكان عا الصحراء في الرملة. طب يعني. وباقي كان مطرة ما اتطل bisogبت champion. لا نوح كان بيحوض ولا ايه مشه. ربنا اللي كان ساي بل فلك. ماشي ماشي. حلو الكلم. كان بيشوف ازاي بقى انوح الحاجة اللي برا. ولا كانش نارحة. وكان عنده طاقة في السقف. شوباك في السقف. طاقة يعني ايه مش فاهم youre MPH. اه. شوباك في organ. كان كان يعم وكنا نفاقنا الصاروخ فعزل الزل إنه الجبل الفلك نزع جبل قرارات فنوح مش عارف قعد مستني شوية فاتحة طاقة لقى المطرة وبطل التمط قعد مستني 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 طب يعملين الرجل سويني بس المطرة لما تمطر أكيد المطرة مش هتنشف بسرعة عشان كانت كتيرة ده الدنيا خد بحر عشان تاخد وقت تنشف مش عارف عشر اتناشر خمستاشر شهر أيام كتيرة طب و بعدين فرا عمل الزائل طب اعمل ايه راح مطلع غراب من الغربان اللي عنده في الفلك و راح مطلعه ايش معنى الغراب يعني عشان الغراب جناحه جامت قوي فلولاق الارض الجنب وما فيهاش شجرة أو أي حاجه يوقف عليها يقدر روح بعيد شوية راح الغراب طلع وخاف و راح راجع طلع وخاف قعد كذا مارا يقولي الكتاب مؤدس يقولي ايه تردد الغراب لعد بعد كده ما راح مرجعش مرجعش معنى كده إنه لقى حتة يوقف عليها فابتدى نوح يقول اه بس واضح انه طالما الغراب قعد وقت كتير يبقى ايه اتردد كده يبقى الارض بعيدة طبعا يبقى لسه فيه ماء فتح وطلع للغراب بس نوح لا قصدي يعني نوح بعد كده فتح وطلع ما تركزي معايا طيب طلع الغراب فالغراب ايه قعد تردد كده وبعد كده راح بعيد ومرجعش ماشي طب انا طلع حد ايه طائر ضعيف شوية طلع ايه طلع حمامة حمامة طلع حمامة راحت الحمامة عملت ازاي راحت لفت حتة الحمامة تتلاشت طول كتير الا تقف ترايح نفسها طلعت شوية خافت راحت راجعة تاني عارف ان الحتة اللي حولنا كلها مية بعد شوية راحت ايه راحت شوية كده غابت شوية ورجعت لبقى ايه غصن زيتون معنى كده انه في شجرة بتطلعت وبتدت تطلع ورق اه ده نوح ده زاكي قوي مهربانة كان بديلقى افكار دي تلت مرة تلعت الحمامة ما رجعتش يا بقى لهيت بقى ما كانت عيش فيه بل الزبطي بقى لعت حتة قريبة راح نوح استنى شوية والبس انا كده خلاص وضع ان احنا ايه ان احنا وصلنا راح فتح الباب بتاع الفلك وابتدوا يطلعون الارض كانت نشفت وابتدوا يبقى فرحان جدا انه بقى ايه تخيه بقى قاعدة بقى لك قد ايه وقته طويل قاعدة جوه المركب او جوه الفلك واعد بقى محبوس ومخنوق مش بيشوف الشمس مش بيتحرك مش بيجو ومشو قدري يستمتعه والارض كلها مفيش غير نوح وولاده وعيلته وعي ومراته وعيال ايه وعيال ومراتاتهم وهم مكانش في حد فرحا ربنا قالهم بقى تعالوا عاوزكوا تمزلوا تبتدوا تعيشوا في الارض وابتدى بقى نوح يبتدي ايه يعيش في الارض دي هو نازل فرحان كان فرحانه ايه نه... نازل ايه وong ايه tonight الارتفاع بقى عشرين الف عشر الف متر اشتركوا في القناة